البويضة الشرقية أخر معقل لمقاتلين معارضة سورية في منطقة القصير بات في قبدة الجيش السوري الذي استعاد بذلك كامل المنطقة استراتيجية وسط البلاد التي تربط دمشق بالساحل السوري وقد علن تليفزيون سوري عودة الأمن والأمان إلى البويضة معلنا العثور على أسلحة محظورة دوليا فضلا عن قذائف تحمل مواد كيميائية عليها كتابات عبرية إلى هذا نفى مكتب العلاقات الأعلامية في حزب الله في بيان وقوع مقاتلين من حزب الله أسرى في أيدي الجماعات المسلحة في سوريا داعيا وسائل الأعلام إلى توخي الدقة رئيس الاتلاف الوطني السوري بالإناب جورج صبرى ضق ناقوس الخطر لمشاركة مقتلي حزب الله في المعارك السورية التي تأخذ طابعا طائفيا محذرا لدول المجاورة من الارتدادات والمجتمع الدولي من مخاطر الغزو ها هم الغزاة يرفعون أعلامهم السوداء على مآذن الجوامع وعلى قباب الكنائس وفي كل مكان وصلت إليه يدهم الصفراء إن هذه اللغة الطائفية والسلوك الطائفي لا يحمل مخاطر على سوريا والسوريين فقط بل على كامل دول وشعوب المنطقة وبعيدا من القصير ومع تأكيد المحللين أن وجهة القتال ستتركز في حمص وحلب في الفترة المقبلة مع استمرار الهجمات والاشتباكات في محيط مطار منق العسكري أعلن المرصد السوري عن اشتباكات ضارية في حلب بين الجيش الحر والجيش السوري بمسندة عناصر من حزب الله معلنا عن سقوط صاروخ من نوع سكود على معارض الارتيق في حلب أما في درعاف المعارك الأعنف في إنخل بحسب المعارضة دوليا رأى جينادي جاتيلوف نائب رئيس الوزراء الروسي أن مشاركة قوات روسية بعمليات حفظ السلام في الجولان إلى جانب الهند والفليبين بعد انسحاب الكتيبة النمسوية وهو طلب رفضه مجلس الأمن هو الحل لأزمة تعزيز قوة فضل اشتباك أما رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوم الروسي أليكسي بوشكوف فرأى أن نشر قوات روسية في الجولان سيعني عودة استراتيجية لروسيا إلى شرق الأوسط وكان ردر على إطلاق الأمم المتحدة لحملة مساعدات بهدف جمع خمسة مليارات دولار لمساعدة الدول التي تأوي اللاجئين السوريين أعلنت روسيا تخصيص عشرة ملايين دولار لمساعدة حكومتي الأردن ولبنان في تحمل أعباء تدفق اللاجئين السوريين اشتركوا في القناة